موسيقى نحاكم مشاهدين إلى بانوراما نناقش فيها هذا المساء بعد أنضمته أستراليا إلى قائمة التنظيمة الإرهابية حزب الله بات منبوثا في كل قرات العالم تقريبا فما هي تدعية هذا التصنيف سواء عليه أو على قدرة إيران لاستخدامه دوليا كذلك نناقش بعد قليل انهيارات تاريخية للعملة التركية لماذا سياسات داخلية خاطئة أم مؤامرات خارجية متى تتوقف خسائر العملة والاقتصاد وإلى أين يمكن أن تذهب بأنقرة موسيقى إذن أعلنت أستراليا تصنف حزب الله اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات عليها وقالت وزيرات الداخلية كارين أندروز قالت أن التنظيم المسلحة المدعوم من إيران يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية مضيفة أن حزب الله يشكل تهديدا حقيقيا ومؤكدا لأستراليا قرار يلقى من وجهة نظر المراقبين ارتياحا دوليا وعربيا هذا وقد صنف عدد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية بجناحيها العسكري والسياسي منذ عام 1997 فيما اكتفت دول أخرى بإدراج جناحي العسكري فقط على قائمة المنظمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات وكانت واشنطن دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة إدراج حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري على قائم الإرهاب كما دعا المشرعون الأمريكيون الاتحاد الأوروبي للعمل على إصدار قرار بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية بالكامل ترجمة نانسي قنقر نناقش هذا الموضوع ونفهمه مع ضيوفنا من بيروت الكاتب السياسي حارث سليمان أهلا بك أستاذ حارث ومن باريس مجيد بودن خبير في القانون الدولي أهلا بك معنا أستاذ مجيد واسمحوا لي أن أبدأ من باريس ضيوفي الكرام لنضع مبدئي الموضوع في إطاره القانوني معك أستاذ بودن ولفهم الفرق بين إدراج أي منظمة بشقيها السياسي والعسكري فقط كمنظمة إرهابية أو على قائمة الإرهاب وإدراجها عسكريا فقط وتخطي الجانب السياسي فيما يختلف الموضوع إذا كان إدراج أي منظمة على قائمة الإرهاب بشقها العسكري فقط فأن المجتمع الدولي أو الدولة التي تصنف ذلك تعتبر أن الشق العسكري له استقلالية في القرار والجانب السياسي ليست له أي تأثير وفي هذه الحالة أن أستراليا صنفت حزب الله بشقيها السياسي والعسكري أن القيادة العسكرية تخضع إلى الإرادة السياسية لحزب الله بكل مكونات الحزب أكمله وبالتالي كل الأنشطة السياسية والاجتماعية والعسكرية وكلها تدخل تحت هذا الإطار والمقاطعة هي مقاطعة شاملة وأي قرار تجميد أموال أو قرار ملاحقة أشخاص أو عدم التعامل معهم أو ملاحقة الذين يتعاملون معهم ستكون شاملة حتى لو كان الشخص الذي يقع توجيه القرار ضده غير عسكري فبالتالي هذه عملية شمولية وتجعل تجميد كامل لهذه الأنشطة مع أستراليا ومع الأطراف التي تتعامل مع أستراليا أستاذ حارث كيف تلقى اللبنانيون أولا إدراج جديد دولي لحزب الله بشقيه هذه المرة السياسي والعسكري على قائمة الإرهاب ولماذا نقرأ دائما بأن حزب الله بشقها السياسي ما هو حزب الله يمثل جانب من الحكومة اللبنانية أليست الحكومة اللبنانية معنية بدرجة أولى كذلك بهذه العقوبات مساء الخير إليك أولا ضيوف في الواقع الإدراج حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي يعني أن كل من يتعامل مع حزب الله كيفما كان هذا التعامل أكان تعامل مع مؤسساته الصحية أو المالية أو الاجتماعية أو التربوية أو الثقافية أو الدينية حتى سيخطط الطائلة الملاحقة هذه يعني عقوبات شاملة لكل يعني لحزب الله لكل مؤسسات حزب الله ولكل من يتعامل أو يتعامل ماليا أو عينيا بمساعدة مع حزب الله ما هو يعكاب ذلك على الوضع اللبناني هذا ليس جديدا يعني منذ سنوات طويلة يتم إدراج حزب الله شيئا فشيئا على لوائح تسمى لوائح مكافحة الإرهاب في العالم بدأت الأمر مع الولايات المتحدة الأمريكية ثم تدرج إلى أن وصل الأمر إلى حوالي 58 دولة في العالم طبعا يوم كان حزب الله يقاتل فقط إسرائيل ولا دور له خارج وظيفة مقاومة إسرائيل في لبنان لم تكن هذه العقوبات تفرض على حزب الله أو كانت في إطار ضيق جدا بحيث لا يتعدى موقفا إسرائيليا أو موقفا أمريكيا لماذا توسعت هذه العقوبات وذهبت بعيدا لأن حزب الله قد غير أجندته السياسية من أجندة كان يتبنى فيها الدفاع عن أرض لبنان المحتلة بعد أن انتهى الاحتلال إلى أن يكون أداة وهراوة أو سلاح بيد العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني في العالم وبالتالي عندما تغيرت أجندة حزب الله من أجندة الدفاع عن لبنان إلى أجندة تبني مصالح إيران وخوض عملياتها العسكرية في الخارج ضد كل من له عداء مع إيران سواء كان هذا العداء بسبب لبناني أو بسبب غير لبناني كل من تعاديه إيران فهو عدو لحزب الله سواء كان هذا الأمر يتعلق في لبنان أو لا يتعلق في لبنان وخلال السنوات الماضية من حوالي 20 سنة حتى الآن تطور الأمر بشكل كبير بدأ توسع وظيفة حزب الله في خدمة إيران إلى سوريا ثم إلى العراق ثم إلى اليمن وبعد ذلك توسعت الأمور حتى وصلت إلى أمريكا الجنوبية وإلى كولومبيا وإلى فنزويلا وإلى أماكن عدة في غرب أفريقيا في الساحل الغربي لأفريقيا وحيث كان لإيران أعداء أو حيث كان لإيران مصالح كان حزب الله موجودا لتنفيذ أجندتها إذن هنا بدأ حزب الله يفقد شرعيته ويفقد إيران لم تنكر ذلك واعترفت صراحة بأن لها أذرع تدافع عن مصالحها الخاصة لكن وددت البقاء في موضوع السياسي والعسكري لأنقل هذه النقطة لك أستاذ بودان سيقول البعض ممدى تأثير هذا الانضمام أو وضع حزب الله من جديد على قائمة المنظمات الإرهابية سنتحدث على العسكري لكن إن اقتصر الموضوع فقط سنتحدث عن السياسي عفوا لكن إذا اقتصر الموضوع فقط عن العسكري أين التأثير كيف سيؤثر ذلك على حزب الله لا تحدث عن أستراليا أتحدث عن عشرات البلدان الأخرى التي لم تدرجوا بشقاي يعني هناك الإمدادات العسكرية التي تأتي من إيران إلى حزب الله فهذه الإمدادات هي محظورة ويمكن ملاحقتها قانونيا تحت نائحة العقوبات في أي بلد وفي أي منطقة وحتى لو انتقلت من النقطة إلى أخرى على أرض البسيطة سيكون هناك ملاحقة للذين يشاركون في عملية هذا الانتقال أو هذا التزويد وبالتالي ستكون هناك مراقبة أمنية بوليسية تخذع إلى الانتربول تحت مراقبة الانتربول وانتربول مطالب بتلك الأشياء لأنه له بند في مكفحة الأرهاب وبالتالي ستكون هناك مراقبة شاملة هذا في حال ما إذا كان هناك تمرير لهذه البضاءة أو الأسلحة أو إلى ما ذلك بطريقة ربما مؤطرة لكن الوثائق الأخيرة أو التقارير الأخيرة أثبتت بأن حزب الله يتاجر في العملة يتاجر في المخدرات بمقدوره أن يمتلك أو يحصل على الأموال اللازمة بطرق غير شرعية وغير قابلة للمراقبة وهذه النقطة الأخرى هذا تكلمنا عن السلاح الآن عن المواد الأخرى مثل التجارة بالعملة وبالبيتكوين وبالمخدرات وبكل هذه الأشياء فأنها ستكون هناك ملاحقة ستكون هناك ملاحقة مراقبة مالية الآن هناك شبكات لترسد شبكات الطبيض وشبكات تحويل الأموال وكل الدول العالم ستكون لها هذه القائمة الآن على قوائمها يعني إدراج حزب الله في هذه العمليات وكل تحويل يكون بشكل مباشر أو غير مباشر يمكن أن يقضع إلى ذلك مثلا فإن أي عملية تقوم بالدولار الأمريكي ستخذع إلى الولاية القضائية الأمريكية لأن التعامل بالعملة الأمريكية يخذع إلى ولاية نيويورك وأي بلد في العالم مثلا لو صارت عملية بين إيران وبلغاريا أو بين إيران والنيجر هي تخذع حسب القانون الدولي إلى الولاية القضائية الأمريكية وبالتخصيص إلى ولاية نيويورك وبالتالي عمليات حزب الله كلها ستخذع إلى هذه المراقبة أستراليا بهذا الإدراج الجديد سيخذعها إلى مراقبة الآن هناك تتوسع شبكة المراقبة لأن المسألة أساسيا فيها نقطتين النقطة الأولى أن أي حزب يمكن أن يضع في سياسته مقاوة احتلال وغير ذلك ولكن يجب احترام سيادة لبنان كدولة العنف المسموح به والمقنن والذي هو عنف الدولة لو ساعد حزب الله الدولة اللبنانية والأمن اللبناني والجيش اللبناني لما كان هناك حديث على هذا الموضوع ولكنت عملية عادية لكن أنه استقل عن الدولة اللبنانية وهو في الحكومة في نفس الوقت ويتخذ قرارات نظرنا كيف اعترض على تحقيقات قضائية وهذه الأشياء لا يقبل بها المجتمع الدولي ليست مسالة سيادة فقط هي المجتمع الدولي يقبل بتلك الأشياء ثم أن يكون الذراع لبلد آخر فهذا حسب القانون الدولي يعتبر أمنا يعتبر حركة وعمل يمكن أن يقع تنسيبه إلى حزب الله من ناحية ثم إلى إيران من ناحية أخرى فإيران مسؤولة عن ذلك حسب القانون الدولي بالضبط أستاذ حارث إلى أي مدى هذا الإدراج الأسترالي نتحدث وما سبقه كذلك من تحركات دولية يضعف حقيقة حزب الله لأنه في المقابل البعض يقول لا نراه يضعف حزب الله لازال يتسلح لازال يخوض معارك لازال يستقوى فكيف سيضعفه حقيقة الواقع أن هذه العقوبات تؤثر على حزب الله لكن حزب الله يتحصن بمجموعة من الأغطية أهمها هو غطاء الدولة اللبنانية عندما يتموضع حزب الله في قلب الدولة اللبنانية وفي قلب الحكومة اللبنانية وفي قلب المؤسسات الدستورية اللبنانية فإنه يؤمن غطاء له يقيه أو يمنع استهدافه بشكل مباشر وبالتالي هو يعرض مصالح الدولة اللبنانية للخطر يعرض علاقات لبنان الدولية للخطر وقد عرض أيضا علاقات لبنان العربية للخطر أعذرني سيد حارث هو لا يتموضع غصبا بضبط لكن لما تقول بأن حزب الله يتموضع أو يجد لنفسه موضعا في الحكومة اللبنانية ويضعفها هو ليس غصبا يتموضع بصمتها أو بقبولها كذلك فهي بشكل من الأشكال تساهم كذلك في هذا الموضوع أنا لا أريد أن أعفل الحكومة اللبنانية من مسؤوليتها بهذا الأمر لكن الوضع في لبنان يخضع لموازين قوى نعم الحكومة اللبنانية هي تغطي حزب الله وهي مسؤولة عن هذه التغطية أنا لا أريد أن أبرئها ولكن ضمن موازين القوى القائمة حزب الله هو الطرف الأقوى في لبنان وبالتالي هو الذي يسير هذه الحكومة الحكومة اللبنانية هي غطاء لحزب الله يعني يستعمله كدرع يحتمي به وبالتالي يعرض مصالح لبنان العليا ومصالح شعب لبنان ومصالح المغدربين اللبنانيين في دول العالم للملاحقة للمراقبة يضع مجمل اللبنانيين تحت المجهر الدولي وتحت المجهر العربي يضع شيعة لبنان تحت المجهر الدولي وتحت المجهر العربي ويصبحون موضع تساؤل ومتابعة من قبل أجهزة الدول الأخرى طبعا هو يغامر بكل هذا لكنه لا يقبع لذلك لأنه يريد خدمة إيران وبالتالي أنه هل يمثل حزب الله مصالح شيعة لبنان أنا لا أعتقد ذلك هل يمثل حزب الله مصالح شعب لبنان أنا لا أعتقد ذلك بل هو يمثل مصلحة إيران وهو أيضا يعني يضحي بمصالح شيعة لبنان ويضحي بمصالح شعب لبنان ويضحي بمصالح علاقات لبنان العربية والدولية لمصالح إيران الداخلية وضحت فكرة حاضرتك لكن بقت لدقيقتين أستاذ بودان هل ترى كما يرى مراقبون كرة ثلج قد تسحب معها دولا أخرى وتدرج حزب الله كذلك على قوائم إرهاب ثانية وتطال حتى إيران طبعا لأن هذه العملية ليست عملية مؤقتة أو عملية جزء من بعض الدول العالم اليوم لا يقبل بالعمل الإرهابي لكن العالم يريد أن ينصر الشعوب في حق تقريب مصيرها ولكن لا يقبل بهذه العمليات هذه العمليات هي مخالفة للقانون الدولي وهذا هناك إجماع الطبقة السياسية في جزء كبير منها في تعاملها مع حزب الله أي مع إيران بالأخير بهذا النمط ليس هناك عداء مع الدولة الإيرانية هناك عداء معاته الطريقة استعمال هذا الحزب وهذا شيء غير مقبول هؤلاء الأحزاب التي تتعامل مع حزب الله يمكن أن يطيلها أن يطالها كل هذه العقوبات الدول التي تعامل بهذا الشكل ستطولها هذه العقوبات الذين يتعاملون عملية القوى وميزان القوى لا يمكن أن تبر القبول بذلك صحيح هناك ميزان قوى وهناك ميزان قوى عسكرية مختل لصالح حزب الله ولكن القانون يردع هذه الامكانية ويعطي الامكانية للدولة لكي تصمد أمام هذا الشيء لمصلحة لبنان ولمصلحة الشعب اللبناني عليكم سيبقى موضوعا للمتابعة فتحنا قوسا مع هذا الجديد من أستراليا لكن سنتابعه في نشراتنا وحلقات بانوراما القادمة شكرا جزيلا لكم من بيروت الكاتب السياسي حارس ليمان ومن باريس مجيد بودن خبير في القانون أدوى شكرا لكم وإلى فاصل ومن بعده انهيارات تاريخية للعملة التركية لماذا؟ سياسات داخلية خاطئة أم مؤامرات خارجية؟ متى تتوقف خسائر العملة والاقتصاد؟ وإلى أين يمكن أن تذهب بأنقرة؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر